السلام عليكم راح أسجل الآن أو أعرض لكم الآن طريقة حل برنامج الاختبار لبرنامج لفلاش في أسئلة اختبار لعمل النهائين مقرر تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها ED431 فأول مطلوب افتح برنامج لفلاش فتحنا Microsoft Micromedia Flash MX ادرج أربع قطر برمجية Keyframe عشان ندرج أربع قطر برمجية بوقف عند الخمسة مثلا بوقف عند الفريم اللي مفروض أدرج عنده القطر المرجعية أو الكيفريم واضغط Right Click وأختار Insert Blank Keyframe هذا واحد نفس الشيء أسوي عند العشرة Insert Blank Keyframe نفس الشيء عند الخمسة عشر ونفس الشيء عند العشرين فهذا واحد اثنين ثلاثة أربعة أكتب تكملة المطلوب أكتب الجامعة العربية المفتوحة على الإطار الأول فأجي عند الدائرة أضغط عليها بعدين في عندي هنا في Tools عندي Text Tool أضغط عليه وأحط المربع حق النص وأكتب الجملة اللي طالبينها مني اللي هي الجامعة طبعاً البرنامج عادة ما يدعم عربي فنحتاج برنامج ثاني عشان نكتب فيه بالعربي فإحنا ممكن نكتبها بالإنجليزي اللي هي Arab Open University أكتب اسمك على الإطار الثاني فباجي عند الخمسة عند الدائرة وأضغط ونفس الطريقة هذا مربع الكتابة وأكتب اسمي هنا هالة أدرج صورة من المجلد المرافق على الإطار الثالث فباجي نفس الشيء عند الدائرة وأروح بعدين على Insert وأختار بالنسبة للصورة من File ونروح على Import وأروح أختار الصورة اللي أبغاها هم الطالبين من المجلد المرافق وأضغط على Open فبتجي الصورة في الإطار الثالث من File و Import تكملة المطلوب أدرج عبارة الامتحان النهاية على الإطار الرابع باجي عند الدائرة وأضغط ونفس الشيء بحط مربع النص وأكتب هنا Final Exam بإمتزام بهذه الطريقة أحفظ العمل بإسم Q9 واجعل امتداده FLA ثم أصدره بإسم Q10 واجعل امتداده SWF فعلشان نحفظ العمل تكمله وإن أصدره save وي أوكي وخلاص فالآن لما أروح على document بلاقي مفروض عندي الفايلين اللي هم واحد اسمه Q 9 و Q10 Q9 أنا مدري وين خزنتها يمكن في الdownload Q9 بنلاقي أكيد موجود بنشوف وين بنخزنا ونحط الفايل هناك أو نشيلهم ونحطهم في الفولدر اللي باسمنا خليني نشوف وين خزنتهم save as موجودين في طبعا بنخزنها في الجهاز save as في document Q9 سوي لها save وفايل expert movie وبروح على document مثلا وهنا بخزن Q10 SWF وي OK فالآن لما أجي على document بلاقي هذا Q9 وهذا Q10 اثنينهم بحطهم في الفولدر حقي وشكرا وشكرا